وفي البصرة اعتقلت قوة مجهولة ناشط المدني عمار سرحان من منزله في منطقة القبلة وأفاد مراسل التغيير أن القوة التي اقتحمت منزل سرحان كانت ترتدي ملابس سوداء ولم تعرف عائديتها ونشد ذو ناشط المعتقل الجهة الأمنية في البصرة الكشف عن وصير ابنهم الذي تم اقتياده لجهة مجهولة وحول اعتقال الناشط المدني عمار سرحان ينضم معنا من البصرة مراسل التغيير مصطفى الشمري أهلا ومرحبا بك مصطفى وما هي آخر تفاصيل اعتقال الناشط عمار سرحان ومن هي القوة التي نفذت هذا الاعتقال نعم تحية طيبة لك زميلتي يعني موضوع اعتقال الناشطين بين فترة واخره وموضوع ليس بجديد على العراق وبالتحية على مدية المصر بالنتيجة اليوم يعني تفاجأت عائلة الناشط عمار سرحان لجهول قوة يعني مجهولة الهوية أن تختح منزل عمار وتصادر أجهزة الهاتف المقايا وتصادر أيضا الجهاز اللابتور والخاصي وأيضا تصادر الكاميرات المراقبة المتواجدة في منزل الناشط عمار بالنتيجة اليوم هذا هو لغاية الآن يعني بحسب مصادرنا الأولية أنه هذه الجهة تضح بعدها أنه هذه الجهة تابعة إلى استقبارات المصر والآن الناشط عمار سرحان هو محتفل ومحتج في مديرية جرائم المصر بالنتيجة اليوم لغاية الآن كمية يستفى من الذي حصل تجاه هذا الموضوع اليوم كما تعلم أن النشطات فيه في موضوع أفوق الإنسان والناشطين والمدافعين يعتقلون ويقمعون بين فترة وأخرى وخاصة يعني اليوم أن يحتقل ناشط أو يتم القال قبض عليه بتهمها لذلك لا تعرف معنى هذه التهمة ولا تعرف حكاتها الجميع أراد أن يتوصل إلى تفاصيل هذه الحادثة وتفاصيل هذا الاعتقال القوات الأمنية لذلك الآن الأمر مبهم وجميع الأمور الخاصة بعملية الاعتقال أمور مبهمة ولذلك الآن عليها الكثير معنافع الاستقبار يعني يوم أمس تكلمنا حول موضوع تفعيل قانون حرية التعبير عن الرئيسي ربما سوف يمره في البرلمان هذا القانون لذلك لم يفعل هذا القانون ولم يقرر هذا القانون وشاهدنا هناك اعتقال كثير واعتقالات كبيرة ومن نتيجة اليوم اعتقال ناشط عمار صلحان سوف يثير غضب كبير وغضب شعبي في مدية البصر بسبب عملية الاعتقال التي لذلك الآن هي مجريات العملية هي مبهمة وبإنتظار تفاصيل هذه العملية طيب مصطفى يعني هذا الاعتقال هل تم بمذكرة قبض قضائية أم أنه خارج السياقات القانونية وهل تم توجيه أي تهم لغاية هذه اللحظة يعني زميلة لغاية الآن نحن ننتظر التفاصيل اليوم عائلة الناشط عمار صلحانية لا تعلم أين أصبح مصير ولدهم يعني بحسب مصادرنا المطلعة توصلنا إلى أنه موجود في محيطة العملية اليوم أي قوة كانت قوة تابعة إلى جهة حكومية يجب أن تمتلك مذكرة قبض تجاه القاء القبض على الشخص المعني بالنتيجة اليوم يعني بحسب مذكرة القبض أنه يجب أن يبلغ الشخص قبل فترة وجهز أنه عليه مذكرة قبض وربما وإذا لم يستطع هذا الشخص أو امتنع للحضور إلى المحكمة سوف توجه له قوة بأن تكون يعني تنقل قبض لكن لغاية الآن مجريات حادث تحتقال الناشط عمار صلحان لغاية لأنها مجريات مبهمة لغاية لأن لا أحد يعلم تفاصيلها نحن ننتظر وننتظر ونبحث عن ما الذي من الموضوع القادر بالنتيجة اليوم يعني أنا أعتقد والجميع وإشارة البطر يعتقدون هو الأشخاص المؤثرين الأشخاص الناشطين في مجال حقوق الإنسان والناشطين في مجال الحراك السياسي يتعرضون لمحاولات تشويه السمعة ولمحاولات اعتقال من قبل ربما جهات مجهولة أو ربما من قبل بعض الجهات التي ربما هي لديها الحق أن تحصل بالنتيجة اليوم الكل ينتظر والكل يعني غاضب ومنزع في هذه العملية كلية الحالة اليوم حيث مذكت قبل تحصل تجاه ناشط مدني أو تجاه صحفي يجب أن يبلغ به قبل ربما حتى لو قبل يومين أن امتنع هذا الشخص عن الذهاب إلى المحكمة ربما سوف تتوجه الخوة ونحن سوف نستمد بمتابعة مجريات مرة الناشطة عمار سبحان وسنواتيتم بكافة التفاصيل نعم ونحن بانتظار أيضا التفاصيل التي ستستجد حول هذه القضية شكرا مراسل التغيير مصطفى الشمر من الوصرة اشتركوا في القناة